اللي يمنع قائد عظيم وشريف قوي وامين قوي زي سيادة الرئيس السيسي من انه يطبق الديمقراطية في مصر هل مثلا لانه شخص مستبد وديكتاتور ومجرب؟ لا خلص السبب الوحيد اللي بيخلي طبيب الفلسفة مش قادر يملى البلد الديمقراطية هو ان المصريين لسه مش مستعدين لها ولا مؤهلين عشان يمرسوها والرجل كتر خيره يعني من يوم ما مسك الحكم هو بيشوف الحاجة اللي احنا مستعدين لها ايه ويعملها على طول والحاجة الوحيدة للشعب المصري مستعدي لها في الوقت الحالي هي الكباري عشان كده تلاقي السيسي مكتر منها شوية تاني طب يا ترى نعمل ايه عشان نستعد للديمقراطية بنت اللازينة دي نلبس ترينجاتنا ونروح الجيم نتمرن لها ولا نهبب ايه بالزبط عشان يرضوا يدوقونا الديمقراطية اللي العالم كله متمرمغ فيها دي مرة واحدة بس من نفسنا بس عشاء ومحب الاستبداد اللي مليئين العالم العربي قالوا لنا لا ده موضوع كبير قوي عشان تعرفوا تمرشوا الديمقراطية لازم الاول تبقوا نطجين وانتوا بصراع شعب نص سوا وكلكم جاهل ومتخلفين ومتعرفوش تفكوا الخط لما الديمقراطية دي عاوز بلد شعبها متعلم ومتفتح ومسقف ومستوعب الاشياء وقاري وفاهم يعني ايه سياسة وحكم وكل مواطن يبقى معها على الاقل تلاتة دكتوراه في العلوم السياسية واصل حكم البلاد مش لعب عشان يسلموا لأي شعب فرضو الشعب ده مارس الديمقراطية غلط ولا خد قرارات مش مدروسة وضيع البلد نعمل ايه بقى ساعتها؟ نسيب البلد تتهد؟ لا طبعا ما يصحش يبقى الحل اننا نستنى لما الشعب يبقى جاهز وساعتها نبقى نطبق ديمقراطية تاني يعني مش ديمقراطية واحدة واحنا متطمنين بقى طب لحد بقى ما الشعب الجاهل ده ربنا ينفخ في صورته وينضج ويبقى مستعد للديمقراطية ومؤهل لها نعمل ايه في البلد وندي حكمها المية؟ عالك بسيطة قوي نيجيب حاكم مستبد نقاوة كرة بخلفية عسكرية ونديله السلطة كلها ونسيبه يعمل ما بداله ويبقى الرأي رأيه والصورة شرطه في كل حاجة وما حدش يراجع ولا يشاركه في الحكم ولا يرقبه ولا يقوله تلتة تلتة كاب بس كرة اوه ده كلام الناس العقلين اللي عارفين يعني ايه دول مش اللي عندهم عقدة الخواجة وعاوزين يقلدوا الغرب في اي حاجة ويجروا بقى ورد ديمقراطية والشعارات الفرغة بتاعت الاجانب من غير وعي ولا فاهم طب افرد الحاكم المستبد اللي جبنا ده وحطينا في ايده كل السلطات غلط مثلا او خد قرار بلحي او عمل مصيبة خلصت على البلد ووديتها في دهي ساعت هنعمل ايه خصوصا وانه مفيش عليه اي رقابة ومفيش حد يقدر يحسب فقال لك انتوا باين عليكم الجنينته هو فيه مستبد بيغلط طه تكفر ولا ايه مستبد ده بيبقى عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وما بيعملش الا الصح لان سبحان الله يعني دايما بالصطفة كده الحاكم المستبد من دول بيبقى ملهم وعبقري ونابغة وبيقرى الغيب ومكشوف عنه الحجاب وبيبقى نفسه مونعين ويغلط زي بقيت الناس عشان بس يجرب الاحساس ده مرة في حياته بس للأسف ما بيعرفش وقدروح بعيد ليه عندك مثلا نخيل الفلسفة الفنان عم فتح السيسي او ده مش مجرد مستبد عادي من المراتراتين في السوق ده نبي بالزبط زي سيدنا سليمان وربنا معلمه ومفاهمه كل حاجة طب واحد زي ده هنخلي الشعب يشاركوا في الحكم ازاي ويرقبوا ويراجع وراء هي الأولى ابنامت والانصاص قامت ولا ايه لازم عشان ده يحصل الميت مليون يبقى انبيا هم كمان في ناس مستوى واول ما ينزل عليهم الوحي يجوا قولنا وساعتها ممكن نديهم حكم البلد ونخليهم يشاركوا الرئيس في قراراته ويعرضوه لنما قبل كده ماينفعش وعموما يعني هي ده الفكرة لكل المستبدين واخدينها عن نفسهم وعن شعوبهم انهم هرشين كل حاجة وبحكماتهم يختالون علينا أهم اشعبهم بقى فشوية بهايم عايشين في مية البطيخ وما يعرفوش يشطفوا نفسهم حتى مش يحكموا بلد وبالتالي ماينفعش نديهم الديمقراطية احسن طوع منهم ولا يلعبوا في زرايرها ويبوزوها والحقيقة بقى ان التاريخ والتجارب اللي حصلت على مدار سنين طويلة في العالم كله أثبتت ان الفكرة دي اونطة في اونطة وملاش اي اساس وكل المستبدين اللي خلقهم ربنا على اختلاف أشكالهم وألوانهم ومقاساتهم وبلحهم واللي كانوا فاكرين نفسهم أشباح وفاهمين كل حاجة وما جابتهمش ولا دا ضيعوا بلادهم وخربوها وجابوها لمس أكتاف عندك الأستاذ أدولف هتلر مثلا طبيب النازيين اهو دا استلم ألمانيا وهي وردن فتحها وما سبهاش وانتحر الا بعد ما اطمن انه خلص عليها وخلها كوم تراب وده نفس اللي عمله مسوليني في إيطاليا وصدام حسين في العراق وغيره من عصابة الرؤسة والملوك اللي مسكين الدولة العربية من رقبتها وكل السادة الزباطة اللي بيحكومها مصر من سبعين سنة من أول عبد ناصر المهزوم لحد عبفتاح الزغلون وبعيد حتى عن التاريخ وحكاوي مفيش أي منطق يقول ان عشان خايف أدي حكم بلد لشعبها الجاهل اروح اسلم مفاتيحها لشخص واحد واسيبه يتحكم في مصرها أيا كان من الشخص دا لأن النتيجة الحتمية هي الفشل والخراط الجملة التقليدية اللي حبايب الاستبداد بيرددوها طول الوقت زي البغبغانات بتاعت ان الشعب مش مستعد الحكم البلد بنفسه ومش مؤهل الديمقراطية كانت هي نفسها الحجة اللي استخدمتها الدول الكبيرة زمان لما كانوا يحبوا يحتلوا دول تانية الدولة العظمة من دول كانت تلم قوتها ويجيوشها وتطلع على البلد الصغيرة اللي عينها عليها وعاوزة تحتلها وتلاقي بتقول اوه تفتكروا اني رايح عشانا انها بخير البلد دي ولا اسرق مواردها ولا مص سرواتها لا سمح الله لا خالص انا الحمد لله ربنا غنيني والخير عندي كتير ومش محتاج كل الموضوع بس انه رايحة انقذ البلد الصغيرة دي من اهلها المتخلفين اللي مش عارفين يحكموها ومش مؤهلين عشان يديروها بنفسه والحقها منهم وحكمها نب قبل ما يخربوها وتسببوا بجهلهم في مصايب بقى ومجاعات وحروب اهلية وبلاء وملايش اخر عشان كنا المحتل زمان ما كانش بيحب يتقال عليه محتل لانها كلمة مش حلوة كنا وصمعتها وحشة وكان بيغاير اسمها في البطاقة ويقول على نفسه مستعمر على اساس انه رايح يعمر البلاد اللي اهلها خربوها وده نفس الكلام اللي بيقوله حكام الدولة العربية دلوقتي يعني لو ركزنا سويا هنكتشف ان المستبد من البلد زي وزي المحتل الاجنبي بالضط مفيش اي فرق ما بينهم اللي اتنموا جرمين وبيحكموا بالقوة والسلاح والقمع واستعباد الناس وحجتهم ان هم اللي فاهمين وعارفين والشعوب جهلة وما يقدروش يحكموا نفسهم العجيبة بقى ان الناس اللي بيقولوا ان الشعوب مش مؤهلة للديمقراطية ولازم تاهدى كده وتستنى لحد ما تستعدي لها ما بيقولوا لناش المفروض نستنى قد ايه يعني وكورس الاستبداد اللي مكتوب لنا في الرشدة وبقالنا قرون بناخده في العضل ده ينتهي انت بالضبط اصلا موضوع الشعب مش مؤهل ده ما عدت قوي وبيتقال عندنا من قديم الازل وتقريبا المستبدين عندنا على مر الاجيال بيورسوا الجملة دي ويحفظوها البعض ده بيقولك ان الاساس احمد عرابي من سنين طويلة كده صحي في يوم الصبح وركب الحصان بتاعه وبدل ما يروح يقفز بيه حواجز في نادي الجزيرة ولا يشارك في مسابقة الفروسية في الاولمبياد ولا حتى يأجروا بالنفر للسياح عند الهرم قاموا اخدوا داخل بيه على خديوة توفيق عيدل ووقف قدام وطالب بوجود مجلس نواب في البلد ساعتها رد عليه رياض باشا رئيس الوزراء في الوقت ده وقال له ان الشعب المصري جاهل ومفوش حد ينفع يدخل مجلس النواب ولا يعدي من جنبه حتى انتوا اخيركوا تعودوا في الغيط مش في البرلمان والله بقى عرابي خد حصانك والتكل على الله من هنا بدل ما ركبك عليه بالمقلوب وبعد القصة دي بسنين طويلة اللي هو محمد نجيب اول رئيس لمصر كان عاوز يطبق الديمقراطية ويرجع الجيش للثكنات بعد انقلاب يوليو بس ساعتها عبد الناصر نطف وشه وقال له انه برضو الشعب لسه مش بوقاهل الديمقراطية يا نجيب انت هتخيب ثكنات ايه اللي ارجع عليها ده انا مزدقت اقفاشت في السلطة وقعدين بالصراحة كده انا ما اتطمنش على البلد وهي في ايه الشعب ممكن جدا الشعب ده لو حكم ما يعرفش يرمي اسرائيل في البحر زي ما انا هعمل وجايز كمان الصهاينة يتحكوا عالشعب وينتصروا عليه ويحتلوا سينة مسهلا وطبقى مصيبة ودي حاجة مستحيل تحصل لو انا اللي حكمت ولما عبد الناصر حس انه نجيب مش مقتنع تفاهم موقفه جدا واعتقل واخد منه السلطة عادي وبعد الكلام ده ببتاع 60 سنة لما امن صورة يناير 2011 لقينا شات اللي هو المرحوم عمر سليمان ربنا يبارك في صحته بيقول نفس الجملة اياها بالحرف الشعب المصري مش مؤهل للديمقراطية طب منع عقدتنا هتتفكي امتى ونتقاهل لجدعان ما السنين والقرون بتعدي علينا وما فيش حاجة بتتغير ده احنا بقينا ساعات بنعمل المعجزة وبنتقاهل لكاس العالم ولسه مش عارفين نتقاهل للديمقراطية طب ازاي شعب هيتقاهل للديمقراطية ويستعدلها وهو عمره مجربها ولا شافها من بعيد حتى ولا شام ريحتها هتقق عليم السماء يعني ولا هيشرابها بالمعلقة ولا ايه بالزبط اوروبا والدول المتقدمة واكتاب علمني العم والنبي احمد بيقولوا ان الديمقراطية دي عاملة زي السباحة بالزبط عشان الشعب يتعلمها لازم يمارسها ويفضل بقى يخبط ويلطط ويغلط ويصحح ويعدل ويقع ويقوم لحد ما يتقنها ويبقى فريرة ويطبقها ويساعد ايده وهو ده اللي حصل في الدنيا كلها والدول الديمقراطية الكبيرة المتصيطة اللي بنسمع عنها دلوقتي ما بدأوش حياتهم الديمقراطية وهم ماشيين على عجنها وما بيلخبطوش يعني ولا فتحوا كتاب الديمقراطية وخلصوا قرأته في يوم واحد ولا عملوا نظام ديمقراطي من هنا وتاني يوم كانوا قاعدين في البرلمانات والاحزاب والشفافية مغراءة كرسيهم بالعكس دول فضلوا يعقوا ويلخبطوا ويغلطوا لحد ما بلهم صحاب في بريطانيا مثلا والوقت طويل في بداية العهد الديمقراطي الوزراء كانوا بيشتروا أصوات النواب في البرلمان بالفلوس وأي وزير عاوز ناي بيصوت لصالحه كان يروح يكرمش له إرشين في إيده على طول وياخد صوته هو ماشي والكلام ده ما كانش بيحصل في الخباسة والدرة ومتحت التربيزة لا ده كان بيتام بكل بجاحة وعلى عينها كتاجر عادي جدا لدرجة ان الوزراء كانوا عاملين كشاك جنب البرلمان عشان النواب يروحوا ويقبضوا منها بحيث يساهلوا لهم الرشوة بدل ما يعملوا الكشاك دي في حتة بعيدة أو يمشوروهم وفي فرنسا الأغنية والمسؤولين الكبار كانوا بيشتروا المناصب لعيالهم بالفلوس ووصل عدد المناصب المتباعة في دولة فرنسا الشقيقة لسبعين ألف منصب الناس في الدول دي فضلوا يغلطوا ويصححوا ويتعلموا من أخطائهم ويعالجوا مشاكلهم لحد ما قدروا يوصلوا لنموذج ديمقراطي حقيق ونظام حكم واضح وثابت طب وهو النظام الديمقراطي اللي بتحكوا عنه ده يعني ما بيخرش المياه خالص كده والدولة اللي بتطبق ديمقراطية ما بيبقاش فيها أي أخطاء ولا مشاكل لا طبعا الدول الديمقراطية بيحصل فيها أخطاء وبلوي كتير جدا عادي طب طالما كده كده الأخطاء موجودة ليه بقى معظم دول العالم مصممة على الديمقراطية وقفشة فيها ومصر على تطبيقها واستمرارها ما يجربوا كده يبقوا مستبدين زينا يمكن الاستبداد يطلع حلوه ويعجبه بدل الوش بتاع الأحزاب والمعارضة والانتخابات والبرلمان والفرهضة دي كلها عليهم من ده بإيه يعني الإجابة ببساطة لأن الدول دي عارفة كويس قوي إن الديمقراطية هي نظام الحكم الوحيد اللي يقدر يصحح الأخطاء اللي ممكن تحصل فيه يعني ايه بقى الكلام الكبير ده يعني لو شعب لأي سبب اختار غلط في الانتخابات وجاب مسؤول أو حاكم سيء وفاسد ومجرم وابن ستين نخلة زي ما حصل في دول كتير على مر التاريخ وجود الديمقراطية بقى بيضمن إن الغلط ده ممكن يتصلح الديمقراطية هتدي فرصة للشعب إنه يشيل الحاكم من اللي جاء غلط ده في الانتخابات اللي بعدها وهتدي فرصة للبرلمان إنه يوقف قراراته ويرفضها وهتدي فرصة للأجهزة الرقبية إنها تحسبه وتطبق عليه القانون وهتدي فرصة للإعلام إنه يكشف فساده وهتدي فرصة للأحزاب إنها تعرضه وتوجد بديله يعني حتى لو الديمقراطية غلطت والشعب ادحك عليه مرة واختار شخص غلط فهنلاقي إن الشخص ده نفسه مش هيعرف يفلفص من الديمقراطية وهتفضل تديله على دماغه لحد ما يوعى الحاجات الكتير دي كلها هتحصل بس لو فيه نظام ديمقراطي حقيقي طب لو ما فيش ديمقراطية ولا رقابة ولا قانون ولا برلمان ولا انتخابات إلا هيحصل إلا هيحصل هو بالضبط اللي احنا بنشوفه في مصر دلوقتي وقابل كده حاكم مستبد وديكتاتور فاكر نفسه أبو العريف بياخد كل القرارات لوحده وبيعمل في البلد ما بدل وبيعتبرها عزبته وناسها عبيد عنده وبيتحكم فيهم بالقمع والقتل والحبس ويفضل يغلط ويخرب في البلد ويهدها ويضيعها ويبهدلها ويخلص عليها من غير ما يكون فيه أي طريقة توقفه أو تمنعه أو تحسبه أو تغيره إلا بقى أنه يموت أو يتأتل أو صحابه يخنوه ويعملوا عليها انقلاب وبعد كده يبقوا أوسخ منه أو الشعب يفيد بيه ويفوقوا ويعمل عليه ثورة ويجي الجيش يحمي الثورة ويبقى أوسخ منه برضه بس للأسف على بال ما أي حاجة من دول تحصل بيكون المستبد ده خلاص خرب البلد وقاعد على تلها وعمل فيها بلاوي ومصايب محتاجة سنين طويلة عشان تتعالج والبلد ترجع بلد وناس هيرجعوا ناس ونشوفكم على خير إن شاء الله شكرا